متخيل أن قريش تأخذ مسلم من بين الصحابة أمام عيون النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما قدر يسوي شيء أبدا وهذا المسلم يجر أمامهم ويصرخ يا معشر المسلمين يستنجد ولا أحد قدر يسوي شيء أبدا من شدة صدمة الصحابة رضي الله عنه من الأحداث اللي حصلت قالوا إنهم كادوا يهلكوا في قصة اليوم المشركين دخلوا الحديبية ولا أحد من الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم قدر يقول شيء وإش اللي حصل بالضبط وإش سبب سكوت المسلمين على أفعال قريش وليش ما قدروا يسوون شيء أبدا كل هذا بنعرفه في قصة اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالم كيف حالكم إن شاء الله أنكم بخير وموركم إن شاء الله طيب وأنا أقرأ قصة اليوم ابتسامتي ما وقفت من وصف الصحابة الدقيق لقصة اليوم فحدث اليوم جدا كان صعب على الصحابة ووصف الصحابة لمواقفهم الحقيقة جدا عجيب فأخذلك شي تاكله ولا تنسى تتابعني على كل السوشيال ميديا أكتب أنس أكشن وبإذن الله راح أطلع لك من دوما طول بسم الله نبدأ طبعا زي ما قلنا القصة الماضية كيف إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وصلهم مقتل عثمان بن عفان كان الخبر مؤكيد لكن الخبر جدا فاجع وخاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم للتو أرسل عثمان بن عفان عشان يقنع عقول قريش مع إن قريش كانت صاملة في موقفها فكانت قريش جدا صاملة في موقفها فخبر مقتل عثمان بن عفان كان جدا مصدق جدا واقي فبعد ما وصل هذا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دعا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على إنهم يبايعونه على القتال حتى الموقف كانوا ناوين يقاتلون ولا معهم سلاح كثير فقط حق الحماية في الطريق يعني كم درء وكم سيف يعني حماية فقط من قطاع الطرق مول معركة ضخمة مع قبيلة عريقة زي قريش والمصيبة ما كانت هي الوحدة كان معهم حلفاء يعني استعانوا بقبائل العرب فقاموا الصحابة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فكانوا الصحابة كلهم يجون يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم مصافحة يصافحهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد واحد فكان تعب على النبي صلى الله عليه وسلم فكان عمر بن الخطاب من أوائل اللي بايعوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت فبعد ما بايع عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم مسك يد الرسول صلى الله عليه وسلم من تحت مسكها من تحت عشان يتكي النبي صلى الله عليه وسلم على يده وما يتعب النبي صلى الله عليه وسلم في مصافحة 1400 صحابي فكان عمر بن الخطاب واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم ماسك يده فبايعوا كلهما ما عاد رجل اندس تحت جمل متخبي تحت الجمل يرجو بأنهم لا يرون خايف أحد يعرف مكانه ويجبرونه على البيعات علمهم إنه هو الوحيد لما بايعه فقال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينات عليهم وأثابهم فتحا قريبا تتذكرون سلمة ابن الأكوع اللي في غزوة الغابة الصحابي اللي أسرع من الخيل صحابي سريع جدا كان جدا سريع كان هذا الصحابي يسبق الخيل وكان من أشجع الصحابة ومن أكبرهم ضخم جدا وجهوري الصوت إذا تكلم يقول سلمة ابن الأكوع أنا اللي بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات على الموت فيحكي سلمة ابن الأكوع موقفة يقول أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم درع عشان الحر وهذه كانت قبل البيعة ودعانا النبي صلى الله عليه وسلم على إن نبايعه على الموت فكنت من أوائل اللي بايعه على الموت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الموت ووقفت متحمس متحمسين لفتح مكة كنا مؤمنين بأننا راح نفتح مكة بسبب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وثيقه بالله سبحانه وتعالى ونصره يقول فكنت أنا واقف متحمس للقتح وأنا أشوف الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نظر لي النبي صلى الله عليه وسلم وقال بايع يا سلمة يقول فقلت باعتك يا رسول الله باعتك في أول الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يعني مرة ثانية بايع بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الموت للمرة الذهنة ووقفت متحمس لفتح مكة وأنا أناظر الصحابة وهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الموت والصحابة يبايعون مر بي عمي مر من عندي عمي وكان عمي لا يملك درع وبيدي درع وأنا سلمة بن الأكوة من شجعان الصحابة بس بعد فترة نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمة وقال بايع يا سلمة يقول فقلت بايعتك يا رسول الله بايعتك في أول الناس وأوسطهم يعني مرتين يا رسول الله بايعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يعني للمرة الثالثة أبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة فمن شجاعة سلمة ابن الأكوح وقوة من بين الصحابة كلهم بايعها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ولأن سلمة ابن الأكوح كان زي البطل بين الصحابة وعشان يشجع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على القتال إن شوفوا سلمة بايع ثلاث مرات بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت يقول سلمة بعد البيع سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شاف أن درعه مو معه يقول فآثرت على نفسي وأعطيت درعي لعمي يقول فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيتها عمي فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كالذي قال الأول اللهم بلغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي إنك يا سلامة جلست من دون درعه وعرضت نفسك للموت حتى حبا في عمك خلاص الصحابة تسلحوا ونووا على القتال وكان في نيتهم أنهم يفتحوا مكة بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وكان في قلوبهم إيمان بأن مكة لهم وإن في هذه السنة راح يفتحون مكة داخلين مكة يعني داخلين مكة كانت آمالهم فوق من قوة ثقتهم بأنهم راح يفتحون مكة افتدوا بأرواحهم لله سبحانه وتعالى في سبيل الله اصطفوا الصحابة وتجهزوا خلاص جاهزين للقتال دامهم قتلوا عثمان بن عفان راح نقاتلهم وراح نفتح مكة بس بعد فترة بسيطة إلا برجل يجي من بعيد راكب على خيله جاي بخبر خبر صادم للصحابة كله وصلهم هذا الرجل وقال عثمان بن عفان لم يقل بل هو محبوس عند قريش حبسوه عنده وعثمان بن عفان لا يزال لحي فاطمأنه الصحابة اطمأنه بهذا الخبر الجميل عثمان بن عفان لا زال حي لكن راح نفتح مكة يعني راح نفتح مكة ما في شي موقفنا عن فتح مكة بإذن الله سبحانه وتعالى والصحابة مستبشرين وجاهزين للقتال مستعدين لهذا الجيوش اللي بتبهر يعني كانوا واقفين متجهزين للسيوف خلاص كل واحد مسخ جاهز للقتال سهيل بن عمر إلا برجل من قريش قادم من بعيد الوحدة من بعيد جاي بخيلة السحابة كانوا منتظرين جيوش هذا الرجل الوحدة جاي كان سهيل بن عمر قادم من بعيد على خيلة قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد القوم صلح حين بعثوا هذا الرجل وصل سهيل وقال إن قريش تطلب الصلح قريش تطلب الصلح حين قد جهزنا صحابة جاهزين للقتال والحين تطلبون الصلح فبعض الصحابة استبشر والثانين شكوا في هذا الصلح فقال سهيل بن عمر ارجع عنا عامنا هذا فوالله لا تحدث العرب أنه دخل علينا عنوة أبدا قريش ما تبغاك تدخل أبدا في هذه السنة لأنك يا محمد لو دخلت علينا هذه السنة كأنك غصبتنا وجريتنا زي الكلاب لك ودخلت علينا عنوة بعيرونا بدخولك علينا خاصة بعد حربك لنا سنين فجالس النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع سهيل ويتفق معاه على الصلح وكان الصلح لمدة عشر سنين وإن المسلمين يرجعون ولا يعتمرون لا يعتمرون هذه السنة سنة كاملة ما يعتمرون فيها يرجعون للمدينة من دون عمره إلينا السنة الجاية بكيفه عما السنة هذه من تداخلي مك بين الصحابة تقطعت قلوبها كانت الثقة عندهم في مرحلة عالية جدا كانوا خلاص واثقين بأن راح يفتحون مكة خلى العمر على جنب بنفتح مكة مسألةنا الحين ما نعتمر برضو هذه ما هي في عقولنا شفت إذا جيت متحمس لشيء ومتأكد أنه بيصير ومن بعدها هذا الشيء مو بس يتكنسل يقلب هذا الشيء ضدك خلاص الصحابة مو مصدقين الي سار وبدأ الزعل يوصل فيهم مراحل شديدة جدا بس ما يقدرون يسون شيء إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا كابتين زعله وكان منهم عمر بن الخطوة وعداوتا مع قريش وصلت مراحل ومسألة أنهم يدخلون هذا الصلح في وجيه المسلمين كانت كبيرة عند عمر كان بينفجر من السحلة ما كان هنا نهاية الصلح ما كان هنا نهاية هضم حقوق المسلمين فقال سحيل على أنه من آت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش بغير إذن وليه رده عليهم وإذا هاجر من دون علمنا ووصل عندكم تردونه لنا ومن جاء من قريش ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترده قريش عليه أي واحد يرتد من المسلمين عن دينه ويرجع لمكة ما لكون فيه أبدا دخل يرجع لنا سليم ولا تلمسونه أبدا قد شفت حركة الموية وهي تغلي لو تفتح عروق الصحابة في هديك الوقت تشوف دماؤهم تغلي من الزحل خلاص وصلت معه ود الواحد يبكي سنة من قوة القهر والغيث بس ما يقدرون يسون شيء إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وحي من الله الصلح ما كان فيها عدل أبدا بس النبي صلى الله عليه وسلم وافق وفعلة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله بس عمر بن الخطاب ظهر على وجه عدم الرضا أبدا وشاف أبو بكر في وجه عمر بن الخطاب عدم الرضا حصل بينهم نقاش بس أبو بكر قال لعمر يا عمر إلزم غرزح خلك مع رسول الله مهما كان فإني أشهد أنه رسول الله وجولها أبو بكر وملامحة تحكي وتقول من لحمه لحمي ومن دمه دمي وعلى محبته أموت وأحشر أبو بكر قلبه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لا يفارق أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب وأنا أشهد بأنه رسول الله ولكني ما أقدر أخبلي في قلب ما أقدر أسكت فأبا عمر بن الخطاب إلا أن يعلن ما في نفسه فانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم قبل يكتبون الكتاب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فقال عمر أولسنا بالمسلمين؟ أولسنا على الحق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قال أوليسوا بالمشركين يا رسول الله أوليسوا على الباطل يقولها وقلب محروك قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله فعلى ما نقبل الدنيا في ديننا فعلى ما نعطى الدنيا في ديننا يا رسول الله يقولها ووده يبكي دم من قوة الغبنة ومن قوة الحرقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعه فكان هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي فتنحى عمر بن الخطاب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إنه يجيب الكتاب فجاء علي بن أبي طالب بالكتاب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكتب باسم الله الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم من أسماء الله سبحانه وتعالى اللي ما يعرفونها المشرك فقال سهيل المشرك لا لا أعرف هذا ما أعرف لا الرحمن ولا الرحمن هذه ما نعرفها من أسماء الله ولكن نكتب كما نعرف باسمك اللهم هذا اللي نعرف أحن يا قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب اكتب باسمك اللهم فمحى علي رضي الله عنه باسم الله الرحمن الرحيم وكتب باسمك اللهم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمر وعلي يكتب ورى النبي صلى الله عليه وسلم يكتب كل حرف يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بسهيل وقفها وقال أي رسول الله رسول الله لوني أؤمن بأنك رسول الله ما قتلتك ولكن اكتب اسمك واسم أبوك حينما نؤمن بأنك رسول الصحابة مو ناكسين الضغط ذا كله ضغط نفسي قوي جدا وهذا يستفزهم بهذا الكلام وعلي رضي الله عنه بينفجر خلاص باسم الله الرحمن الرحيم ومسحته أما رسول الله والله ما مسحته والله ما مسحته ولن أمسحها أبدا سهيل بن عمر استفز علي بن أبي طالب استفساز قوي جدا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي إنه يمسح كلمة رسول الله ويكتب بدلها محمد بن عبد الله بس علي بن أبي طالب رفض رفض يمسحها لو تروح رقبتي والله ما مسحتها والله لو أقتل دفاعا عنك من شدة محبته بالنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه به رفض أنه يمسح رسول الله شوف الصحابة زمان كيف محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف حالنا الحين الله المستعان فرد علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أمحاك أبدا والله لا أمحاك يا رسول الله أبدا النبي أمي لا يعرف يقرأ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعلمه وين فعلما علي بن أبي طالب وين الكلمة مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه وأمره يكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمر اصطلح على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعقد الصلح طويل شويتين خلاص العقد كتب وختم النبي صلى الله عليه وسلم بختم على ورقة الصلح وقطع هذا الهدوء صراخ ولد سهيل بن عمر سهيل المشري اللي بيدها الصلح كان اسمه أبو جندل بن سهيل بن عمر كان يقول آمنت بالله وأنا مسلم بس قد فات الأوان فات الأوان وكتبوا العقد وختم النبي صلى الله عليه وسلم على العقد الموقف كان مؤثر جدا للصحابة أبو جندل أسلم فوقف النبي والصحابة ما يدرون إش يسوون بس طالع سهيل ولده وضربه على وجهه صفعه على وجهه صفعه وأخذه من جلابيبه وسحبه وجره أمام المسلمين يجر أمامه وهو يصرخ في المسلمين يا معشر المسلمين آمنت بالله يا معشر المسلمين صحابة موناكسين مر موناكسين الموقف هذا موناكسين أبدا تحامل في قلوبهم أكثر من شيء لكن الموقف هذا ما يبغل يشوفون أبدا فالتفت سهيل المشرك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد قد انتهت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا قد وقعنا على الصلح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت فكان أبو جندل يصيح يا معشر المسلمين أردوا إلى المشركين يفتنونني في ديني عمر بن الخطاب خلاص وصلت معاه طبخ انطبخ من جوا محروق جدا وكلام أبو جندل ضرب في مكان حار في قلبه فاستنجاده وصوته وهو يصير يرن في إذن عمر بس النبي صلى الله عليه وسلم قام يكلم أبو جندل وهو يجر يقول يا أبا جندل يا أبا جندل احتسب فإن الله جائل لك ولي من معك من المصدعفين فرجا ومخرجا إن قد عقدنا بيننا وبين القوم عقدا وصلحا وأعطيناهم على ذلك عهدا وأعطونا عهدا ولا نخدر به خلاص عمر بن الخطاب بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصراخ أبو جندل انفجر عمر بن الخطاب وقام ممكانه وتوجه بسرعة إلى أبو جندل فكان يمشي جنب أبو جندل وهو يجر يقرب منه ويقرب سيفه لأبو جندل عسى أبو جندل يأخذ سيف عمر بن الخطاب ويقول يا أبا جندل فإنهم من المشركين وإنما دم أحدهم دم كل يعني خذ السيف يا أبو جندل خذ السيف لا عليك فيهم مهما كان هو أبوك أو قريبك فإنه دمه دم كل كان عمر بن الخطاب يكرر كلامه ويقرب سيفه من أبو جندل عسى أنه يأخذ سيفه بس ما قدر أبو جندل لأنه سهيل بن عمر كان أبوه نفسية الصحابة بعد الموقف هذا والصراخ اللي حصل والموقف الصعب اللي شافوه وصلت إلى مرحلة جدا صعبة ود الواحد إنه يختفي من على وجه الأرض يقولون الصحابة في هداك الموقف كدنا نهلك من قوة الحزن والزعل والغير كلها تجمعت علينا كده ودنا نختفي ودنا نخرج من الأرض من فتح مكة لهذا الموقف وبعد الصلح هذا زاد المشركين حين حتى ودخلوا المشركين الحديبية وصاروا يجلسون مع الصحابة من قوة المحاقرة اللي فيهم يا رجل أنا طبخت وأنا أقرأ القصة فبدأوا يدخلون ويجلسون جنب الصحابة وكان الواحد يقعد يسب ويتكلم فيهم ولا يقدرون الصحابة يسعون شيء فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة يأمرهم ويقول لهم قوموا فانحروا ثم حلقوا يأمرهم بأنهم يحلقون وينحرون الهدي بسبب أنهم ما قادروا يعتمرون ما كملوا عمره بس محد استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم ما هم مصدقين أبدا الموقف كان صادم إلى درجة أن الصحابة مو مصدقين شفت إذا وصلت لمرحلة إنه لا 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 حنا بنعتمر لا لا اسبر اسبر شويتين خلاص وصلوا مرحلة قوية محد استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم معه إن كرر أمر هذا ثلاث مرات محد استجاب كانت أحلامهم بأنهم يفتحون مكة وانتهى كل الأمر في لحظات فدخل النبي صلى الله عليه وسلم لزوجتها أم سلمة وكانت معها وقال لها إش اللي صار كلها وكيف أن الصحابة في هذه الحالة مم صدقين إش اللي قاعد يصير فقالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم أبدها حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلق أتحب ذلك يعني تحطهم في الأمر الواقع خلاص النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا الشيء يعني ما في عمرها فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بشور أم سلمة زوجتها وعشان يقطع شك الصحابة بأن الأمر قضي فأمر بهديها وكان منهم جمل أبو جهل من غزوة بتر أخذه وذبحها أمام قريش وكانوا يعرفون جمل أبو جهل كان معروف ذبحها أمام المشركين فزات غيظ المشركين بعد ما شافوا جمل أبو جهل يذبح كقربان لله فكانت هذه الحركة كافية بأنها تسكتوا وتذكرهم بها زايمهم وماضيهم وبعد ما حلق النبي صلى الله عليه وسلم رضيوا الصحابة بالأمر الواقع وقام كل واحد ينحر الهدي وحلقوا بعضهم وود الواحد وهو يحلقه يقش الراس اللي قدامه من قوة الغيظ والغضب اللي فيهم يقولون الصحابة كنا نحلق بعضنا حتى كاد بعضهم يقتلوا بعضا من الغيظ يحلق الثاني والدماء تصب على وجيهه خلاص مو يحلق يقص نص الجلد هذا كله والحدي بها ام ثلاث مشركين يعني انت شايف قد ايش الغيظ اللي وصل فيه كان فيه مجموعة من المشركين كانوا اربح ما كانوا مزبوطين هذول الاربح كانوا في الحديبية وكانت نظراتهم شرانية كانوا ناوين على شر وهم يمشون في الحديبية شافوا واحد من المسلمين اسمه ابن زني شافوه لوحده وهم اربح نظراتهم لا كانت غريبة يقول سلمها ابن الاكوع يا مشفت الحال كده وكيف ان المشركين اختلطوا بالمسلمين ورحت الوحدي وكنست تحت شجرة من اشجر الحديبية عشان اجلس تحتها وقلبي بينفجر من الزع الا بهذول الاربعة من المشركين جايين من بعيد وكانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم يقول سلمها ابن الاكوع من شدة كلامهم ونجاسة منطوقهم ما قدرت اجلس تحت الشجرة وعرف انه ما بيدي شيء اسوي وقمت من تحت الشجرة اللي انا كنستها وروحت ودورت لي شجرة ثانية وما كان في الا شجرة قريبة من عندهم يقول سلمها ابن الاكوع قاموا هذول الاربعة وجلسوا بكل وقاحة تحت الشجرة اللي كنستها وعلقوا اسلحتهم على هذه الشجرة وكانوا هذول الاربعة يتكلمون عن قتلهم لشخص يقول انا بنفجر خلاص انا خلاص اصلا اللي حصل كافي علي بس فجأة الا بخبر مقتل ابن زني يقول سلمها ابن الاكوع اول ما سمعت هذا الخبر عرفت انهم هذول الاربعة كان سلمها ابن الاكوع سريع جدا يسبق الخيل يقول فنقست عليهم بسيفي بسرعة لدرجة ما امدى الواحد يقوم مما كان او يرفع رأسه كانت يد سلمها ابن الاكوع كبيرة جدا يقول فانتزعت اسلحتهم من على الشجرة كلها انتزعتها بيد واحدة فقط وانظر له هذه كلها في لحظات فقال سلمها ابن الاكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع احد منكم رأسه الا ضربت عنقه اللين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم وراح نبدأ قصة ثانية تماما قصة مليئة بالاحداث واللي راح نذكرها باذن الله الجمعة الجاية سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله اشهد ان لا اله الا امتهم اشتركوا في القناة